أن ما أصبه قد أصبنا وأقولها عن نفسي شخصياً والله على ما أقول وكيل وأنا تربيت في أحضاني الوطنية ومارست المنفى ومارست التشريد أعتبر أن كلما وقع بأي فلسطين فلسطيني كأنما وقع بفرد من أفراد إما أسرة الصغرى أو أسرة الكبرى وهي الشعب المغربي ولذا كانوا كلهم متفقين معي على أن اجتماع وزراء خارجها أسمحوا لي أن أعرب عن نظريتهم أن يكون اجتماع وزراء الخارجية اجتماع موظفين عظام يخدمون مصلحة مؤتمر القمة حتى يتيحوا للملوك والرؤساء أن يقولوا ما يريدون وأن يتطرقوا إلى الموضوع الذي يريدون حتى لا يشبع بين اليوم وبين غد جو المؤتمر أية شائبة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة